يا أمي ما شكل السماء فقد رؤية السماء فقد رؤية الناس فقد الألوان والأشكال دكتور عايد حلق بنا وتحدث عن دخولية حمود الشهراني أولا مرحبا يا ابني حمود الشهراني مرحبا واهلا وسهلا ونور الله بصيرتك ونور قلبك واسعدك وشرح صدرك وآراك وجهه الكريم في فردوس الأعلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النأي الله يريك وجهه الكريم يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من ابتليته بحبيبته فصبر عوته منه ما الجنة أبسر بالعوض بالجنة الله يريك وجهه الكريم والله طفل قراءة عنه في السلف يقول كان أعمى قال له أحد العلم ماذا تمتمنى يا ابني إذا فتحت عينيك قال الآن أرى الله أرى الله والله يرى كلا إنهم عن ربهم ومنذنهم محجوبون فحجب أعداه ويسوفره أولياء وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى رب يا ناظر الله يريك يا حمود وجهه الكريم ويسعدك كما صبرت واحتسب ترى يا ابني ما نقص عليك شيء ترى كامل العقل كامل القلب ترىك مؤمن ترىك تشهد الله إله الله وأن محمد رسول الله ترىك مصلي ورضي والدين واسعدتنا وبيعوضك الله الجنة الفردوس العلى وحافظ لكتاب الله وبيزيد الله في ذكاءك ويزيد في علمك ويزيد في نزقك وأبشر يا ابني هذه الروح الوثابة تنشد بقلب وتدخل بقلب وأنا رأيتك قبل صلاة المغرب وإذا فيك ما شاء الله حفاوة وذهن وحفظ وفهم وصوت حسن فأسأل الله أن يسعدك ويسعد كل أعمى وأن يريك الحقيقة وأن يريك الطريق المستقيم وأن يريك بقلبك نوره سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يرينا وياك وجهه الكريم يقول صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيتك ما ترون القمر ليلة أربعة عشر في النصف الله أكبر الله أكبر فمن الرادة من ذلك فليحافظ على وقتين صلاة العصر وصلاة الفجر فنسوف نراه بحول الله بقوة الله يرينا وجهه مرحبا بك يا ابني وأهلا وسهلا وحياك ربي وعندي قصة موجزة التي كنا مع طباء سعوديين ذهبوا للأيتام من أهل العمى في المغرب ولطباء سعوديون قاموا بحملة في سبيل الله قبر سنوات كنت معهم فلما مرنا بالمحمدي أو الدار البيضاء أتى طفل قبل أن يفتح عينيه ويرى النور لأنه مسون عمليات العمي الأيتام قبل أن يفتح عينيه قالوا من هو الشخص وباه أمه واقفان من هو الشخص الذي تريد أن تراه الآن قال محمد صلى الله عليه وسلم فبكى الحضور أبشر يا ابني بحول الله بإيمانك سوف ترى الله وترى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وسوف تسعد وانت على الخير وشرفت المكان وهلا وسهلا وأسعدك الله يا ابني ونبغى نعانك تعال فضل يا حبود السلام عليكم السلام عليكم الله بالخير السلام عليكم